من يدعم القتالة أصغر من أن ينظر إليه أو يلتفت لكلامه وفي ظل العجل والإحباط قد تكون هذه الصورة القادمة من أروقة الأمم المتحدة بصيص أمل لإيجاد حل ما يوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ميشيل تايلور تعرضت لاحتجاج عدد كبير من المشاركين في جلسة للجنة حقوق الإنسان الأممية وكان هذا الاحتجاج بأن أداروا لها ظهورهم حينما ألقت كلمتها ليعبروا بكل وضوح عن امتعاضهم من الانحياز والدعم الأمريكي الواضح لآلة القتل الصهيونية حتى بلغ الأمر بواشنطن أنها عارضت مشروع قرار برازيلي يدعو إلى هدنة إنسانية وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة الموقف الأمريكي كغيره من المواقف الغربية الدائمة للاحتلال قوبلة بلغة شديدة لهجة من دول عدة أكدت على ضرورة إيقاف القصف على غزة وعارضت أي محاولة لإخراج الفلسطينيين من المشهد السياسي المواقف العربية وإن لم تكن على مسافة واحدة إلا أنها مجمعة على تجريم العدوان الصهيوني وضرورة محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم كما أكدت أن تهجير أهالي غزة خارج فلسطين أمر مرفوض كذلك الموقف التركي أكد ضرورة عدم التغاضي عن الفضائع التي يرتكبها جيش الاحتلال وانتقد الموقف الغربي الداعم للاحتلال عسكريا وماليا وإعلاميا وعلى هذا المنوال توالت مواقف الدول الإسلامية وبعض الدول الأفريقية والآسيوية والأمريكية الجنوبية لكن العبرة بالنهاية كما يقول مراقبون هي باتخاذ خطوات فعلية تسكت صوت القذائف التي تنهال على رؤوس المدنيين في غزة وبحسب كل المعطيات فإن قضية فلسطين هذه المرة دخلت مرحلة تحول جذري سيكون لها تأثير على المنطقة بأسرها